اشتركوا في القناة 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 وهذا واضح هذا اليو عدد الكامل لأن المسرحياته توفية مدى جبر الدولة بلد غني بلا رئاسة وبالتالي عاد الوزير الرئيس وعاد الجنرال الرئيس وعاد الأمين العام الرئيس والسيفير الرئيس كنا ماشي هو يبتظر أخضر قاما محاكمه حد وهذا محارف مراقة كيف موريتاني ما فيه قانون ولا فيه مؤسسة واصلال اللي يعود فيها اللي الرئيس هو اللي ينقص وهو اللي يعاقب اللي يعود الرئيس ما هو خالق ماذا مش المهم من هذا ما والعب والغزوان يدور لقائي الصيفات ولقائي وهذه الصفات وطعيه كيف هو وله خالق وهذه الصفات كاملة متنفرف والبلاد وهو اللي بيه ما يفتصلم البضح حكومة الأولى ونصرق شمل مليارات ما يوفو وقدموا استقالتهم وقبل حكومة ثانية وصرق شمل خاز وما يوفو له مؤهله والله كمالي يطاهم أمورية ثالثة وهو قاعد فموتوف هذا الصفات اللي بداك الملي الخاص من ذلك هذا فرر كلهم كنا نتكلم عنه هو اللي كان يصقل قتحار واللجاي كان اللي يصقل قتحار ويطرحوا عدلوا له ومنصب وزارة وشتوا واحدين مثل ضروقيتهم يقولوا لك شفتوا اللي جاي هذا ما يقدوا قاعد يكون يعدلوا له به اللي عنده اسرار الجاي ما عنده اسرار صبه واللجاي عنده لا نوع من النفاق منفرد به هو عن جميع المنافقين في تاريخ موليتاني هو جاب نهج جديد في النفاق ما قاعد ستقول بها واللجاي ذا اللي يعين عليه وسر احتفاظ الأنظمة ليه ما هو العلمين عنده اللي نوع من النفاق بتكره هو ينقاله الخشوع في النفاق خالقين واحدين ينافقوا نفاق يقير منزوع الروح الواحد ذوقه ظاهر بأنه منافق يغير هو يحاول يتقمص نفاقه ويعيش فيه هذا النهج هذا بتكره واللجاي ومشفي وهذا هو اللي وسادي الأنظمة كاملة لا بدأ لهم ما هو السبب وما عنده السبب وما عنده السبب وكذا برقاج يتكلم لكم موريتاني عند أسرار موريتاني دولة بلا سقوف دولة مفتوحة بلا أسرار به اللي أكبر مده اللي عنده أسرار الدول في العالم الرؤساء والوزراء والجنرالات هذا هو موريتاني كلهم ما هو خالق كلهم رهواجر بيترقاده مفتوح ودويرته مفتوحة وهو من رأسه خسيس وخي الشاش وعنده سرقة وأسرار الجنرالات وأسرار الروساء والوزراء موريتاني يعرفوهم الموميسات تجبر موميسات وتعطيك من أسرار الدولة وأخبارها اللي ما أعطاك مدير ديوان الرئيس وتجبر موميسات وتعطيك من أخبار الجنرالات وأخبار الجيش اللي ما يعرفوه بعد قاع ومناء الجيش من روسهم اللي عارطيه الجنرالي في الأحراط خروطة ببروك به في بادية والله في بارتما يعطيك كل ما عنده مصرر كي أخبار ووردناتر والمرزوب ومن قلتهم نصرق ووردناتر والمرزوب سابق تتكلم عن هالناس أنا عالم بها سابق بسبوعين الله لها ونين قالت لي الأخبار اللي قلت له الخبران مين يشربيني والمرزوب قاعدت كاركيبت وين أنصرق ما في سر الله في سبوها الاحرار ووردناتر بيلي أسرار ويعرفوهم الموميسات ويعرفوهم تخيي الشاش كامل ما عنده قاع أسرار ولا عندهش ووردناتر وصل ما هم لا يجبروا في المفاعلات النووية ولا الخطط الطموحة ولا يجبروا فيها لا شوية من الزعيفين وشوية بلا فائدة لا يعود لا شي من قضاياه الخاصة ما عنده علاقة بالدولة المهم أن هذا هو اللي يعين عليه والجائي وزادوا على ذاكب والمحة منافق معلوم النفاق ومملي هو عنده مجال تخصص فيه شفتوا أنه والجائي تخصص بهذا اللي ينقال له نهج الخشوع في النفاق هذا هو سلاح والجائي حتى مملي المنافق والمحة عنده هو سلاح والخار وهو ذا اللي ينقال له استخدام الدين في النفاق هذا مملي رواية مفرد به والمحة مملي هو هذا هو سر منهج النفاق اللي ابتكره والمحة وهو النفاق بالقرآن والنفاق بالآيات والنفاق بإعطاء الصفات الإلهية للمخالة هذا كل نوع مملي ما قط جعله مكسور أمر لا ملحد ولا خسيس ولا مخزي سابقوا المحة واللي عادي يقول عنه العبد العزيز يطعم من جوع ويؤمن من خوف ونوع من الخزو ما يجعله مملي المحة بالتالي هذا نهج مسجل مملي هو وعنده براعة اختراع خاصة بهذا اللي ينقال له المحة الدقديق أعناق الآيات والآحاديث نفاقا وتزلفا ساكنة القصر الأدخل هذا هو اللي في السجل هو اللاذ عيدنا وعيدكم إن شاء الله من رقاش يكتبنوا مولانا الشهرة بهذا النوم الآن هذه الخلطة لنبتهم داروا معاهم ثاني شيء من إعادة تدوير تعكس مولهية محيقرانية النظام الموريتاني للشعب الموريتاني وفلوش مكر وخالق الواية قطقتها لكم لها سنوات هم يأكدوها عليكم يوم بعد يوم يأكدوا عليكم يوم بعد يوم عن الحكومات في العالم تستمد قوتها من الشعوب والأنظمة الموريتانية من متن وضاعتها عنها تستمد قوتها من محيقرانية شعب هذا هو لكم فرق بين السموتراء الحكومات والأنظمة في العالم قوتها تقبلها من شعوبها الشعوب هي مصدر القوة بينما في موريتاني الشعب هو المحيقرانية والشعب هو كل شيء بينما الحكومات تستمد قوتها من احتقالها كلما احتقرت شعوبها وكلما جوعتهم وكلما ملعتهم من خدماته وكلما شرطت شبابها كلما صبحت قوية وهذا منطق لا يستقيم ما هو عند نظام الموريترتين الموريتاني هو الوحيد الذي استمد قوته من قمع من المواطنين ومن محيقرانية ومن تشريدهم ومن التضييق عليهم وفعيشهم هذا ما هو خارج موريتاني ما خارج نظام يسوى قد وضعته ما يحترم الشعب ويعرف عن الشعب هو مصدر قوته يكون شعب الموريتاني يجوعه وتفلع لاروسه ودوابه له شيء يقال لا يتمنى لا يكسير وهذا هو السبب لي ما نعلق اي امل بالتغيير للشعب الموريتاني ما نبقي نظر موتوب لانه شعب متدني التعليم شعب سايدة فيه الأمية ومتغلغة فيه الجهوية والمحسوبية والعرقية حتى النخاء وبالتالي هذا النوع من الشعوب خلطة عجيبة لا يعلق عليها الشيء قالوا التغيير لانها تم خانعة وتم كل ما استماتت الأنظمة في احتقارها والوطع لها ومحيغرانيتها كل ما قملت عينها وتلبتها هذا هو الرواقع للشعب الموريتاني تالي اي رواية للتغيير وانا نتكلم عنها في الحلول نهاية الخربشة الشعب ما نتكلم عنه شعب الموريتاني نشوفه مخلوقات مسالمة مخلوقات مسالمة تبقي الحياة لا عند هاله وتبقي البرود لا هم السبري وتبقي تحامل الدول وتبقي تحامل ياسر منشوذة ما عند هاله آليات والشعب الموريتاني هذه المخلوقات المسالمة تبقي الله ذاك اللي يقمعها تبقي الله ذاك اللي يجوعها تبقي الله ذاك اللي يبطها وهذه الواية ما هي موجودة في كائنات خرامة وشعب الموريتاني هي الكائنات الوحيدة اللي عين واحد من قبيلة خالية كانت الحديدة وتم تسبح بحمد النظام لأنه عين ولدهم ولدهم مقصور أعمار حركة المليارات وهما جاءين كلهم صدروش وتجبر الأرق ينزل لأنه عين منهم واحد وهما ونافعهم بشي وهما خاليين فيها دوابه وفي الخلوات واحد منهم دائر كوستين وعاد عنده ديارة فتفرق زين وهما زين عندهم النوعية وهما ممزلهم بشي تالي هذي الكائنات الذين نبتها تحتاج للا رقاجي يحضان هوتوف يوفر الهلمة والوكيل والظل والعاهي ويتم هنا يتلكب بقرونه ينطح وحدين ثانيين يشكره ويدبشه وينين تلكب لا يأخذ عنه طاقة السيطرة يزوزل وهذا هي الحالة التي فيها الموليتانيين وهذه الكائنات لا بدالها من مخلص يوفر الهلمة ويوفر الهلكيل واشتراب وبيئة ملائمة للتكاثر وتوفر ولا يخلي ذوك المتام منها يرد حيوك سقيري هنا ينفو التنبج وتلحق مرحلة معينة تعود عاد ينقال لها الشعب وعاد فيها وعاد فيها مؤسسات وعاد يخليها تنتخى وتعود هيك عادة مدية تنتقل على الوصول هذه المرحلة فيها الشعب الموليتاني مخلوقات عجيبة اللي يتقى فيها مولانوتوه يوفر لها هذا اللي ينقال له بايسيك سوف لايف المهم فيها مولي مسألة ثانية اللي يتلاوت خلصوا في أخبار فيها نقطة مولية هون اختار متكلم عنها لاني شفت فيها يا سنة تأويلات اللي هو أخبار تعيين المومياءات المحنطة والمنافقين وعاد هو كامل ردوه وعناوين اليوم انهم لا هي بدقولهم محاكمة في العبد العزيز ماذا هو ذلك؟ اللصوص كاملين عينوهم وهم مروسهم بلصوص ومن حالة سارق قد يحاكم سارق وذلك مولي له يرجعوا ويشغلوا الناس بمحاكمة وذلك محاكم منه وذلك محاكم منه وذلك كانوا قاعدين منه وما رديتهم هذا مولي عبارة ثانية وصورة أخرى من صور جوقتهم في ذلك محاكمة وعادوا حويقرين وعادوا يعملوا انه مجنون يعاملوا الشعب انه مجنون حتى زاد هذا الرئيس اللي هو العدلهم هومه واخبزهم وصرقوا معاه رأيهم اليوم هومه وصرقوا اكثرهم وعينوا أصحابهم وقلوا للناس انهم هامهم يحاكموا لهم شو ذلك مقصران لي هذا مولي مانكم لا يتشعروا نظام معدلوا الشعب موكي الشعب الموريتان لأنه يعاملوا انه دابوا أنا لا يقول لك ذلك الراجل الفايد الذي قال له صاحبه قال له اردفني على جملك قال له مان قد انا جملي ماخر قال له جميل اذكر ماخر قال له هو لا بغيت قبله ولا بغيت لا تقبله حتى زاد هوم منطقهم ذهو ذو لصوص العبد العزيز وصرقوا معاه عشرية كاملة وحكموا وراه ذلك اربع سنوات وصرقوا فيها اكثر من صرقوا معاهو وذلك لا يحاكموا على الصرق وهم ذلك الصرقوا عاقوا وهم تعيينهم لاصحابهم اللصوص أكثر من ذلك الصرقوا هو وذلك الصرقوا والطايع وذلك الصرقوا والموريتان قاع بالتالي انت الشعب في الوقت لا يشد عليك ولا يشد عليك لانك تقع مالك مهم مهم نحن لا ينتمون وكل منت لا ينتمون محرين كذلك وشفت لي الأزمة أخبار تكتوك هذه وشفتهم قابلين بها اتجاهات وهي روايتها بسيطة هذه الأزمة ذا اللي مسؤول عنها الأول والتالي هو نظام الفضائح ولا يقول لي حد أجهون ويشار الحوتات الناس وكذا ونعرفوا عن البرمات قاع انت لا يسول عنهم فاذا اللي قاع أفهم من الناس حرك بالبرمات خير يعود بلاب برمات قاع بي برمات شارية ذا اللي يفهم من الفوضاء غريب وهما يخرقوا المشكلة ينين تفوت ينين تكبر حد انهم تلاوه يتكلم عنها هو معروف ان ذا اللي ينقال له الأمور تعدل ويبدأ اندالها إطار قانوني ينين تفوت ينين تخلك هما يخرقوا المشكلة لماذا سكتوا عنه رضا من التكاثر وعاد تشتقل فيه قريب من 4000 مواقن حد انهم حجل لهم ضرق عن واحدين منهم بلاب برمات حجل لهم ضرق عن واحدين منهم ما يعرفوا كود لاروت وحجل لهم ضرق عن واحدين منهم يجرحوا وتاعة البطارين هذا بلا معنى بس من حالة التوك توك كملوا هلو ينقلوا في النواقش وطماسوا الناقل في النواقش كملوا يا إخواني تم ونين يتكلموا في ويست وعود المصنة الآخر ما خالق رقاش ضد النظام يا قير عند منين جد تكتك ذيك الساعة يا الله يطرحوا له نظام ويا الله تنطرح له نوع اليمن برمات تعود عنده لأنه هو ما هوته وهو اللاكيف ذاك اللي تحت من الفراس وفوقه من الحمار يا الله تعدله قوانين في العالم كامل يا حتى الترتالة في العالم عندها برمات يا قير هذا يعدل ما يعدل ما يعدل هو مضار خوض العربية ومام الحصان في البداية تنطرح قوانين وضوابط وهذا يا الله رقاش يعدل هذا الامتحان يا الله يعدل هذه الواية المرور يا الله يقبل هذه الرخصة لا ما هو عدل حلوا قنابعهم لأنه يكساعة مستفادين حيتان ومستفاد النظام ومستفادين رجال أعمال من ذي المسئلة ودفعت شررها الناس عاطلهم واللي ما مفتوح لهشي ما معدل شي للشباب ولا معدل شي للمواطنين والميزانيات تنطرحوا وتنتكلوا الشعب الموريتاني قد يعيش من دون رئيس من دون الحكومة إلين فات عادة آلاف الأسر عايشة على هذا التوكتوك أسر وعليات وتركة وشوابين عندهم أولاد يمشوا في هذا التوكتوك وعادلوا لفترة كاملة تلاول يوم يتكلمونهم عن وزارة النقل لا ما ظرفي وزارة النقل احنا مشكلة لذلك عند رقاع ما في شي صالح كامل وزارة النقل كل وزير جاء يطرحوا شي من الموط خاصة به ولا فهم ذلك قالوا العمل المتواصل والعمل التراكمة بما في ذلك الرئاسة الدول الحقيقية خالق مسار مشروع معين مطروحي لا مشى الوزير المشاريع ما تحرك والخطط ما تحرك يقال الوزارات ما هم مهمين ولا هم مبنيين على الشي كل وزير جديد يجيب معه لكن يبقى منه مكسية كامل ويجيب معه لكن يبقى عدد هذا المهم منهم تلع الوزار يقول لك ويقول جوجه الحضر والغريب في المرن فيه شباب وماسين عنهم مثقفين وذلك النوع أنا لا أقرا في كامل معدلين ونفاع والله معدلين ومليهما اللابيهم وتو يبقوا يعارضوا مسئلة فيها يا سمن الموريتانيين المتضرر منها بدلا من يحملوا النظام المشكلة عن هذه المشكلة أنتم هم المسؤولين عنها وذول الناس اللي عادوا فيهم واحدين بلا برمات قبل من عند البداية عدوا وطرحتون لهم مصطرة ماشين عليها وحلهم اللي ضرقاء ما فاتت خطة ولا فاتوا ما راقلين هما حل مشكلتهم ضرقاء لها عادة تنطرح حلول بالتدرج بحيث ما يموت العجل والأتيب ستادي تموا يواصلوا عملهم ويعادلوا لهم حلول بالتدرج هما راهم فاتوا قطعوا المصيرات شوفوا باش تحرفوني المردة ما يواطحون ليه ماشا على مصطرة وما يقولون انهم ضرقوا مشكلتهم انهم بلاد برمات وهم كاملين قطعوا سيرانس هم الليل وفترة كانوا شانين عليهم حاملة ويقطوا سيرانس وطوئة غزانية مات يتعارف شنين ومساكنين وبذلوا القالي والنفيس عندهم انهم قطعوا كتوا يقطاتون تكرتين كالفضل ضرق استقاع قالوا لهم بلاد تدخلوا تفرق زين وتفرق زينة مالي مشكلة؟ انتم تعرفوا عن هذا اللي ينقالوا أدريسه مشكلة ان عاصمة في القرن الواحد والعشرين ما فيها عناوينجا تفرق زينة امك سيد تفرق زينة تبدأ من انتكرافور مادريد ولا عندها قاع حدود معروفة لأنها مريت العاصمة ما فيها أحياء ولا فيها عناوينجا نازلت إلى اليوم ادخل من الفراج كذا ولا هي تجيك دار كواها خضر وتخطاها وجيك دار كبيرة وفمها قراجها بيض ويجي مردها وفوقهم بار وفم دار فوقها تيكيت ودار فوقها خيمة هذا عاصمة في القرن الواحد العشرين ما فيها عناوين ما فيها عناوينجا وليوم فضيحة ذو الموريتانيا ليقصر خارج كلين قالوا عنوارك بساكتر ليسوا لن detta لم يقوموا عنوانجا لأنه جاي من المرافقة وربما جاي من العاصمة الدولة ما فيها عناوانجا وهذا الوسياس من الدول يتقصر صفاراتهم ويقول لهم لا يدينا جبر المواطنة والموريتانيا يقول لهم صفاراتهم يقصر اولاكم يبقش المرارة هذا هو الوزير التجريد ويقولون أن هذه الحياة عراقية ويشغل منها حراطين قردية ويعطيهم المنوات وحولهم شر الخلوة تفرق زينة ما هي عراقية؟ تفرق زينة لا كارتيا من الوارب في شرط التوف أكثرية سكانها لا نقول كاملين التعميم لا يتواسع أكثرية سكانها في مبرج وزينة المال للحرام تفرق زينة في الفقراء و تفرق زينة في واحدين في ضلطها ما هي من عند الدولة لإياك نعود ومنصفين لياز judgementコارب منها يقولوGHT اي تفرق زينة وهو عادشان الفقراء وهيبشاري العهم تفرق زين ولا عادوا يسكنوا ذية الفقراء أحياءهم لعل طصا насколько يهمسهم وها اي من وصل الهبان وقل مناسبوا مع فرا قولهم يكرو ديارهم ويمشوا لياك يكرو في تفرق زينة لياك يحوروا في الأمر اللي موفرة برجوازية المال الحرامة الروسية والخدمات اللي موفرة برجوازية المال الحرامة الروسية ساكنين فيها الفقراء ويشتقلوا فيها الفقراء معلها أنها ماد قد تنفصل هي مولي ما قدوا يعدلوها مدينة عند اكتباء ذات مولي هذا ينقال للفيابي المهم عن قضية التوكتو هذه مشكلة خلقها نظام الفضائح يقبالها حلول بالتدرج حيث أنه لا يوقف الناس ولا يعطلهم خلقوا المخالق اللي ما قدوا يتوفروا لهم شقله والشباب ذو كوا حرب أنا مفكرني أن مدى الشباب ها حرب وذولي باقيهم فم ما رأوا طريق يهربوا بها وهم يقفروا عليهم الأبواب يدورهم يهربوا هذا ميتواسع ولا يجد يدافع عملهم مواهم منافق قلت واحدين يقول لكم استركيلاسيون اليوم زينة وكذا أفهم الله فيه استركيلاسيون زينة أفهم الله قد تعد قاع فيه استركيلاسيون زينة واليوم ما فيه اكتظار الاكتظار ذو العالم كان ما خالق الدولة يسوق الترقيه ما فيه اكتظار يقول فم قوانين تحترمتوك الاكتظار ما هو مارا للتخلف ولا هو مارا للفوضى وهم ناتيها فيه أوقات إنني قايا ما سنقاش يعطي نص ساعة واربعين دقيقة هو مكتظ يقول طريق منظم وعليه إشارات المرور وعليه أضواء إنارة السير وذا كان يقول هذا هذا مشكلته المهم ليأس المنافقين ما يعرف داع الطريقة يبرر بهذا الشرم هذو آلاف من المواطنين العاطنين الدولة ما جبروا فيها خمسة وينمشاوا جبروا الواية لا يقدوا يعيشوا بها بدلا من تساعدهم التعاون معهم يعطي لا يتنظمهم تنظمهم في إطار بالتدرج ما وقفتهم ولا يتحرم عليهم بريدهم حاويت القمامة الكبيرة اللي ينقالها نواقش هذا ما يتواسع به نقطة ثانية تتعلق بهذا اللي ينقاله تكرر الإساءات للجناب النبوي وللدين بشكل عام وهذا عنده أسباب شفت ياسر من الناس يهرب معهم واحدين يعرفوها يا قائر ما يبقوا يقوله يا قائر واحدين أمدي دائما يبقوا يهربوا ويحملوا الشباب يبتعاد عن الدين والمناهج التربوية لا الفيابي ما يحرب أسباب هذا اللي ينقاله تكرار الإساءات للجناب النبوي وهو النسخة الدينية الردية السائدة الموريتانية وهو غياب القدوة فهذا اللي ينقاله المشاهير علماء وعلمات الموريتانية هذا ما تلاعوا قدوة قط جاتهم فترة يجوقوا في الناس وأزين شيء في هذا الزمن الناس كاملة عادت قاعدة في بلدة قفانوه اللي يشكر فيهم الأزة منتاياه وقفانوه اللي يشكر فيهم مسقارو وقفانوه اللي يشكر فيهم ولي يقول هوا اسمه جايه عند بلو نفس النهار اللي جايه بابه و للنام رحمة الله علينا و عليه قلوه لي اللي كان عمل بعماته ديك الساعة جايه يوم اللي يقول لهو هادو صباح وصبحوا منتشرين بنفس الطريقة اللي منتشرين بها فيديوهات الفنانين والشباب والناس اللي تطلب وبالتالي ما ترى فهم ملقاج واصع لعقل حد عاد كل واحد يعمل عقله وقل لنا بسم الحالة نحترم للددو ولا نعيبه هو يشكر الناس هو يشكر الناس اللي عندها لفضل ويجيها في بلايداتها وفي نفس الوقت انجوق في القيو والله انجوق منافق والله طلال يعدل نفس الرواية بالتالي عاد هون غياب القدوة وخلقت هون أزمة خالق ياسم للشباب من صدام عن هذه الناس التي تصدر المشهد وتتكلم بالدين هي أكبر رقاجة ينفر الناس من الدين وهي أكبر الناس اللي يساهم في هذا اللي ينقال له انحراف الشباب وهو بتنفيره من الدين وبحيث انهم عدلوا جهوية في الدين والدين في مولي ثاني عاد لها كيف تعامل الحكومة مع مشاريع برنامج تزفطاتي المواسطة ونحن نعطي مثال بسيط منها يامس حبسوا هذا الشاب اللي ينقال له ساعد هذا الشاب قال كلام ما يا الله يقوله ولا ينفع على بث مباسرة في فيسبوك بنفس الطريقة لذلك كلام اللي قال هو يقول الشباب الموريتاني نفسه في مجالسهم الخاصة ويتفخروا وعدلت مع ذيك ووسيت مع ذاك وشربت هون وكذا وفيه مشاهيرهم ومالي هم كانوا يدخلوا الخمور وقال ما يقد يتكلم عنهم فقيه ولا حد لأنهم أولاد جنراليات ولأنهم ملي من علية مبطاص قوم موريتاني لأنه موريتاني لأنه موريتاني عماغية علية قوم علية الخروطة وعادوا يتعاملوا مع الدين هذا النوع من مشاهير العلماء يتعاملوا مع الدين طريقة تعامل النظام مع مشاريع الخروطة يوضعوا تعاملوا مع الميزانيات هنا نعطي مثال على ذا ما هنا يتخلق ذلك إساء للجناب النبوي يسكتوا كاملين كلهم يديروا على فمه وقفر الماء وقنزر الحال وين يعرفوا هذا المسيء منه وين يعود هذا المسيء مخلوق مدانم وما وراه جنرال ولا وراه وزير ولا وراه نفوذ ذا كواها هذا الله يالله تندق عنق وتوفه هذا شفنا شفنا مع المخيطر مع المخيطر وشفنا مع واحدين ثانين ويتموا ساكتينين يشوفوا إن هذا المسيء وتموا يعدلوا وتمت القوقاء لا دافع معهم إلي قبل سنتين خاضرهم واللي محهم المنافق يجوقوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واللي منصر يقعدين يجوقوا في الرسول على راحتهم هم وقبلها واحد من الجماعة المليزة كما عندهم مجلس الفوتوبو ونشترها على فيسبوك كيف نشترها على فيسبوك؟ خالص صنم اللاهوتي الكبير والددو ويتفه قال قال قدس عجرافه فعلا قال عنه وسوء إدب يا غير الملي عادي قدس كلهم هو قال عنها قدس عجرافه وسوء إدب يا غير الملي ماي خاسر قال قال هذا هو الددو جاءهم محمد غلام من هكي يشبه طابل وقالهم عرفتوا اللبيه جاءهم جميل ولمنصور من هك وقالوا كلهم يعدل ساكغ وفراء من الأخر بالتالي قاد هون الدين اللاه قابلين ومملي وفاشينستات هذا اللي في موليتان الضرقاء ما هو علماء ولو علماته لاكي حياة الفاشينستات يتعاملوا مع علم الناس الباردة جاءهم الفاشينستات والددو وقاع من هكي بطلهم ساكب مباشرة ما تكرروا فيه القتحة وتوف ولا أسمعهم رقاج وهي لغوخات تتعيطاك على فيسبوك ما أسمعنا صوت الواحد من وجاءهم الفاشينستات والمانصور والددو وقالوا والددو وقالوا لا فاشينستات لأنهم هم اللاذا هم ما ترواحلين فيه مولي برود بالتالي قادروا للنسخة الدينية مناهضة للفقراء وتواتيك ماه عدروا هم أن الدين يخدمها لا مصالح برجواسة المال الحرام حق الله إذا فهمتوا ولذن خلاص رقاج منكم ويرجع التسلسل الأحداث الموليتانية لا يشوفوا أن هذا الدين كان دائماً معدل باك أب يدعموهما بها أنظمة الفضائح يغير يدعموه تحت تحت يافطة إلهية بحيث أنهم هم يوفروا الحماية ذو كل طريقة اللي يوفر بها نظام الفضائح الحماية من المسائلة الكروش الكبار ووكات المشارع الميزانية يوفروا من اللي بها لفقها الحماية ويصلكوا غفران لتركتهم وذيك الطابقة اللي تعيطتها ممليهية بحيث أنهم ما فيهم اللي يقدين هدار دموه ولا فيهم واحد يقدين يدق عنقوه يقير واحد كامل ما هو منهم هو من الضعفاء هذا قال ولي الوالد ولي الوالد حد قال عن الباس الرسول صلى الله عليه وسلم ما السر يدق عنقوه ما يكلم آخر هذا ولي الوالد صدروا لي فجتر فيهم مولانا يقول ياسر ناس فهم حقيقة ملك الساعة قال ياسر من المنافقين ما زال الله ما هم المهم أن هذا الدين ذا نبته عاد منفر وعاد هذا هو سبب الإساءات المتكررة لجنب النبو واستخفاف الناس بالدين هذا النوع من علماء البرود وهذا النوع من الفاشينستات الدينيين هذا خلقه مصطلح فاشينستا في الدين وهموليتان وميعوا النسخة الدينية نين عدروها وضحوك وعاد الله الفياد وبالتالي هذا هو سبب ياسر من التطاول باسم الحالة والمحم كان يجوّق في الرسول عليه الصلاة والسلام يامس معين والنامس على بور وظيفة داخلها أكبر من داخل ياسر من الوزارة وفي نفس الوقت قابلين يشتير من الحراطين عصامي عنده مشروع معدروها طال وسنوات دافيت ويكاتون بيسين استرزقوا منه ونافق بيهلو قافلين عليه معه على إساءة للجناب النبوي على الشيء من الكلام قالوا هو في لحظة غضاء على الفيسبوك ولا هي الناس فرحانة انهم انقفلوا عليه انتم منين كنتوا أيام يساءت والمحم والمنصور للرسول كانوا يجوّقوه رحل لي مراء أحد لا يتكلم عن الدين هو فاسق يقر شنه حكم بعد الفاسق مقارنة بالموسيع للجناب النبوي انا مطالبين هم اللي يعملوا ساعد بوه بالمعاملة العدل والمحم والمنصور لا هل دي ملان عندما هو خاسر انا لان دروك المعاملة اللي يتعاملوا بها الموسيعين للجناب النبوي من عرية الخروطة عندكم انتم اتعاملوا بها المواطنين من درجة ثانية كيف ساعد بوه كيف واحدين ثانين وتو يقول لي هذا منطق لا استقيم عنين تعود اي اساءة والله اي مسألة جاية من فقير والله من رقاش لا بواكية له ويلا حبس والله ينكتل والله يشرم ونين تعود جاية من هذو اللصوص الكبار ما يكلم عنها مان الله اللي تعود قاعد لا طراء فتوه ومجلس للفتوة هذا بلا معنى ومنطق لا استقيم وحبس ساعد بوهما وحال المشكلة يقول لو كنتوا حبستوا ذلك الساعة والمحة وحبستوا المنصور ما يتكلم لكم ولو كانوا ما أخاذوا والددوية ويردراه في الطابلو فتوة وانا القرص عنها عشرة وسوء الدم يقول الله يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم فيها وهذا مهم علماء قدو ولا هم فقهاء قدو هذا علماء دافيس وعلماء الدرهم الدولار ميعوا الدين ونفروا الشباب من الدين ويني تم الحال هذا نبتو هي ناس كانت مخضرة لها بالدين لأنه هي ماء فم رواية لأنظمة انكشفت وزيانة في ذلك الفترة عن فاشينستات اللي كانوا اللي هما يشتقلوا على تخدير الناس بالدين عن هما اللي تم انكشاف في النهاية لا تلاحظت قارحة وتوفي المهم الخلاصة الأخيرة اللي اختارنا اختم بها اللي الخربش لهون هي أخبار الحلول باللي دائما يقولوا لي واحدين انت لا تتكلم عنك لا ولا تعطينا حلول الحلول اللي اياك رقاش يطرحها لا هي نذكركم بالواقع ها هي النقطة التالية هنا تياه وسمحوا لي اني طولتها لكم الحلول الحد لا هي طرح حلول الموريتاني انت سابق تطرح حلول المشكلة لا بد تتشخصها موريتاني ما فيه حكومه موريتاني ما عندها رئيس موريتاني ما فيه معارضة موريتاني ما فيه برلمة موريتاني ما فيه لكن دوله المور سياقها عندنا 167 ديك في برلمان ما اسمعنا منها واحد نتكلم في اخبار تيك توك وهو نملي اشكالية غريبة لعات الأنظمة الموريتانية تستمد قوتها من محاقرانية الشعب حتى ذال ينقال البرلمان الموريتاني بين قوسين واقع نعمل الوضاعة ما هي واقع لان قط شفته برلمان يساير الحكومة البرلمانات في العالم كامل معروف عنها مع الشعوب وانها ضد الحكومة الحكومة يسوي لعدلتش صالح البرلمانات الصالحة تم تنتقدها لانها الدورة كانت توقف احسن ما عندها والبرلمانات موريتان بها اللي ما هي برلمانات ومن متن وضاعتها عنها شمل الناس يبصم وشمل الناس جاي دور يحضر في الكعكة عنهم قاع واحدين جيه اللي هي مسايرات الحكومة واللي ما هم مسايرات الحكومة زامدال زي زطوف يتامل اوكال فماتية وهذه الواء وين هم ذو ذو الشعب اللي يدخل في الكاج خلدونهم اكثريتوا للنظام ايه ذو التالي يندخلوا منتراك انكم شفتوا واحد منهم واقف مع اهل التيكتوك اهل التيكتوك هذه مالا شريحة من المجتمع قريب من اربعة الالاف مواطن قارية فيهم عشرات الالاف من الاسر عيشهم وخصر وبقرش من الاسر ما يوفوا كافين مراجنهم ما عندهم شي يجروا به لما جبنا ما قضى برلماني واحد وهذا في الواقع شوطة العربية مية وسبعة وستين ديك نازلنا نشوفه في الواقع الاستاذ يعقوب استاذ يعقوب ما تخل الكاج وخير فيه بات وواضح عنه يلي يعدل مقتنع به لانه كان يعدله سابق الكاج وما زال يعدله ليه ما يدخل الكاج وتوقف المهم بلد ذنبته ما فيه برلمان ولا فيه رئيس ولا عنده حكوم والغنيان الحق اللي قد جاء الحق موريتان يظهر قنبولة موقوتة قد تنفسر في وقت معنى انه ما عنده ماهو طريقين ما عندهم طريق ذلك وضبطوا ذلكلام اللي اهموا لكم وهذا أنا ما أنا ما نولي ولا يكاشف لي يا غير هذه قراءة للواقع المتردي المتراكم وواضحا مات لفما وحلين هذا النظام معنافعين وحلول الترقائية ولا يقدي يعالج راسه لانه هو عبارة عن مرض متكامل لا يقدي يعالج راسه جنراليات مرض والوزراء مرض والبرلمان مرض والرجال الأعمال مرض وبالتالي هذه الأمراض كاملة ما يداويها ما هو الاستئصال وبالتالي هذا الاستئصال عنده طريقين واحدة قاتلة ولا يعرف رقاج نتائجها وهي الانفجار المهم متوقع فيها كلي يخلق في البراكين ذورة جياء لا تلقي ولا تذر لا تتمنى انت اصباح السميل في قوتوف اصباح الدنيا متخوضة وهذا النوع معروف انه خطير لانه لا يميز بين حقه لا برضه شيء من الناس ما هم مؤطر ولا عنده بدائل ويلحق درجة من الغليان اللي يقوم وطوف والمهم ينقلب سائف للدنيا عاليا ولا يبقى جنرال ولا يبقى حد يسوى صالح ويسوى طالح هذه المسألة الأولى ومعروف عن هذا الخالق هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الناس تقعد خطيع وتصبر الجوع وتصبر الصرقة يقال عادت محاصرة في عيشها وعرب يغرب يقال ينيند تصوع ويدخل فيهم قاتل ويخبط محاصرة ويخش فيه ويدخل فيه ويدخل فيه وبالتالي هذا الشعب من بداية المراقب وهو ينصاع إلى اليوم وليس لم يسأل عن شيء وعاد الله كيف عروض خلفهم قارط ودخل عقابه ودخل عقابه ومستعد على نهاية الطريق الأولى ذور الجياء تنفجر كيف بركان آلاء الليل والله أطراه في النهار ولا يعرف برقائه ذاك اللي تعقب علي شر لأنه معوك خلاله مهم هذا الثاني الحل الثاني وهو عن هذا الجيش الذي ينقاله الجيش الموريتاني تقوم منه طبقة ثانية ومعروف عن الواقع ذلك ومعوك في الواقع ذلك الساعة ونعرف عن واحدين فيهم حساسية من الجيش دائما ينسمى الجيش يقولوا أحو كذا يقير الجيش لاركم وهو الجيش في الستينات والسبعينات والثمانينات والإنقلاباتهم موريتاني موريتان دل قط خلق فيه انقلاب واحد 1978 وسببه عن المختار والداد داه رحمة الله علينا وعليه عبد الحزب واحد وحكمت 18 سنة وسنتين سابق سابق بداية مشروع مراقستان وبالتالي ما خل من فضل الصنادرة يكون يعد الانقلاب 1978 يقير ذلك اللي يخلق من عند 1978 جاي عبارة عن تبادل أدوار على رأس هرم السلطة العسكرية ما حرك سفير من بلو ولا حرك وزير من بلو ولا حرك لص من بلو اللا كان فماتي يقشر يقعده بلو علي يقشر يقعده بلو والشيخ عبدالله يقشر يقعده بلو العبد العزيز وبالعبد العزيز يسلمكم الصاحب والخزواني والخزواني ما هو خالق قاعد اللي لا يقبضكم وراهنا بالتالي الرؤية اللي كانت إياها واضحة معناها انين يقوم الصف الثاني من الجيش اللي يعامل بمحيقرانية يغير موكي الشعب الشعب قطيع ولا عنده شراء يقعد بها على الراس ولغير الشعب والجيش هو اللي ما يقبل يقعد خطيع ولا يلا تعود المويتان تفسد قدامهم ضد طريقة حاكمها نظام يعين اللصوص الليل والنهار والجمائز وينكتهم يعين انواعه والمحة وهم ومروسهم محسوب عليهم لأن خارج الله يقول لك هذه نظام الأسكر المويتان ما حاكمها أسكر وبجنرال أتمام أسكر وينصرفوا عليهم المليارات سنويا وبالتالي هم الوحيدين اللي عندهم سلطة جاهزة يقد يغيروا بهذا الواقع يغيرهم عن طريقاش مويتان وصلت مرحلة ما نافع فيها ما هو الخلاص التان ينجي الصفة الثاني من الضباط للسلطة ويقبل هذه اللصوص كاملين ويسترد منهم الأموال ويتعامل مع طبقة ناضجة للمدنيين ويتخطاوا هذا الواقع بجدارك وبالتالي يعود جيش إلعب دوره كمنقض وهذه الطبقة الحاكم مويتان نظرك ما ينفع أهمه لإستئصال هذو الطرقان الثنتين هم اللي خالقين في الواقع المويتاني حالا ولا خالق طريق هذا والسبب يعود لهم الخالقين اللي ما فهم برلمان ولا فهم رئيس ولا فهم شي صوش ما فهم مولفوبة والظلم والغبن والنسخ وفاقد هذو المسائل الثنتين لا بده تخلق واحدة منه هذو هم اللي قدوا هم اللي ما خلقتهم الأنظيم وطوف يكون ذا وفرق وهذا الثاني ينقاله الفيافي وينقاله استمرار وإطارة أعمار بس من حالة صغر ومده ثم مراجعة نظرك ومحهم على بور ونفس الوصوص ونفس الحوائيكيمة ووينت جاي ذاك وواها وعدرت الوزارة ومدير الدمان وينت جاي من عشر سنوات وينت جاي خالص ندار العبد العزيز ووزير المالية والاقتصاد ووزير المايكروفون هذو هذو رقوع مراجعة هذي لينتن وصنادرام سيكينين كلهم ريحة ستاعته وبتقتل فيل يعني يفسخ بعض منهم رامجة وصعدوا حذاش فيل يسك بالكراف سيكينين خليصاتهم طعيفين وعيالهم سايب به الجوع ويتكلموا باسمهم جنرالات الشراوية طاليون ما تشوفوا يصدروا المجهد في تلفزة وينقال لك الجيش ها ما هم جيش الجيش الحقيقي يراه هو ثم وفيه الشرفاء وفيه الناس النبيلة الباقي في هذا الواقع لا يغيروا إلا انتموا انتموا هما لديكم الوسائل المتاهة نافع احد عنده سلطة جاهزة انهار واحد يصبحوا هذو الملترتين المقرجين فيه هذا نهاية العالم صبروا لي إذا من الفضل لا يتقبضوا من هذه اللصوص وإذا من الخيرات لا يتمكنوا من الدويرات في تفرق زينة ومكونتاتهم في الخارج وما هي إلا سأل الله سنتين يرجع كل شيء لا يسأل فيها الدنيا ولا يسأل فيها الواقف تقفروا هذا الكاش البرلمان نهار الأول وتصرعوا في باساجر فيه شهر الشهر ومنهم التن العربة تديروا عرفهم وقفر الماء وقفروا ونزلوا وشطوا في الحبس لذلك هذو مشاركين في النهب والخزر أسبع مليارات تنصى على هذا الكاش تراب صبروا لي شعب يجوع ينكثر صفقات كل شيء يخلقهم ما يعنيهم وفرقوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة